ترجمة نانسي قنقر في البداية نتحدث عن مرحلة فتح باب الترشح بداية أرحب أستاذ المشاهدين بلا شك أن النظام الانتخابي في مملكة البحرين والذي ارتقى به الدستور ليكون جزء من قومات الدولة يمر بعدة مراحل المرحلة الأولى بدءا من إعلان جلالة الملك فيما يتعلق بهذه المسئلة ومن ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية هي القيد في جداول الناخبين وطبعا بلا شك هي المرحلة التي نتحدث عنها اليوم هي فتح باب الترشح في هذه المرحلة تقوم اللجانة الإشرافية العربع بفتح باب الترشح واستقبال الطلبات بدءا من 5 أكتوبر من هذه الشهر إلى 9 أكتوبر وذلك من الساعة التاسعة من الساعة الخامسة مسائل إلى الساعة التاسعة مسائل وطبعا بالإمكان الراقبين في الترشح مراجعة المستندات المطلوبة وشروط الترشح عن طريق مراجعة الموقع الإلكتروني الخاص بهذه الشئة والذي هو www.vote.ph نعم إذن نتحدث سعادة المستشار عن ما هي التسهيلات التي قدمتها اللجنة التنفيذية للانتخابات في هذه المرحلة تحديدا لا شك أن اللجنة التنفيذية قدمت العديد من التسهيلات التي تساهم في توفير كافة تجهيزات لممارسة الأفراد لحقوقهم الدستورية في هذه الصدد ولا شك أن أبرزها هي إيجاد آلية كاملة متكاملة تمكن المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري وعلى الأخص فيما يتعلق بالترشيح للمصابين بفايروس كورونا طبعا هناك آلية واضحة تم الإعلان عنها أبرزها اللي هو التواصل وحجز موعد عن طريق الاتصال ب77277727 ومن ثم ملء الاستمارة الخاصة بذلك وتغير فاق المستندات اللي مطلوبة بناء ومشار إليها في الموقع الإلكتروني ومن ثم يستلمون الطلب منه بالسيارة فهناك إجراءات وآلية يعني تمكن من ممارسة حقه على الرقم من إصابته فهذه أبرز الإجراءات اللي نقدر نقول عنها إذن سعادة المستشار ما هو دور السلطة القضائية اليوم؟ دور السلطة القضائية في مرحلة فتح باب الترشح؟ لا شك أن دور السلطة القضائية لا يقتصر على فتح باب الترشح دور السلطة القضائية يمتد ويشمل جميع المراحل القضائية فبدأ من القيد في جداو الناخبين إلى مرحلة الترشح إلى الاقتراع والفرز وإعلان النتائج هناك آلية وبسط رقابة قضائية في كافة هذه المراحل بما يمثل بيئة مثالية للانتخابات يعني لتأكيد أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيحة فهناك بيئة متكاملة قضائية وفق المعايير الدولية الصادرة في هذه الشيطة نعم في نهاية هذا اللقاء أشكر سعادة المستشار محمد المهزة عضو هيئة الترشيع والرأي القانوني شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر